تحياتي هاركين كل يومين بطلع يصرح أنا حابب أطلع من توتنهام لأنني بدأ أدور على ألقاب وهذا الكلام إدارة توتنهام هذه التصريحات كلها ولا سمعتها وكانت صامتة دائما غير مهتمة فيها إلا أنه يبدو أنه كورونا قد يكون مفتاح الحرية لهاركين وذهابوا لفريق ربما يحقق معه ألقاب لكن بشرط أنه يوجد من يدفع فيه مبلغ كبير مباشرة سيولة نقضية كبيرة صاحب الديناميل نشرت تقرير بتقول أنه القرض اللي أخذه توتنهام لبناء ملعبه الجديد حيجبر ويبيع هاركين لأنه بعد أزمة كورونا وانخفاض الدخل هذا الموسم وتحديدا انخفاض دخل المباريات وعدم تأهل توتنهام أمام لايبزيك في دور الأبطال واحتمال عدم تأهله لدور الأبطال الموسم المقبل بضع توتنهام تحت ضغوط مالية كبيرة مش ضغوط من حيث الدخل بقدر ما هي ضغوط من مسألة السيول المالية فهو مضطر بيع لاعب مباشرة يحصر على كاش وما في أحسن من هاركين للبيع عشان بيأمل لك الدفع كله للقرض اللي جاي عليك فبترجع تخطط مشروعك بهدوء بخصوص تفاصيل القرض اللي على توتنهام الأمور شوي غامضة زي كل شيء عمله توتنهام في بناء الملعب كانوا يحكوا عن تكلفة 400 مليون فجأة طلعت مليار جنيه سترليني لكن لقيت أنا تقرير في الجارديان بتكلم أنه المطلوب الآن بشكل عاجل من توتنهام هو 130 مليون يورو مطلوب من النادي يدفعها قبل نهاية عام 22 ولما حسبناها مع الفائد اللي عليهم والأقصاد بصير النادي مطالب سنويا ب35 مليون يورو يدفعهم كاش للبنوك اللي مااخذ منها القرون النادي باقي القيمة حولها على شكل سندات بعد 10 و 15 و 20 سنة لكنه بنفس الوقت ما بيقدر يقعد ويقول والله بعد 15 سنة حدف على الناس صار النادي مطالب من الآن ينتبه أنه يبلش يجهز دفع السندات للناس بعد سنين طويلة توتنهام عليه ضغوط واضحة جدا بالسيولة عليه ضغوط واضحة جدا أنه التأهل لدور الأبطال مش مضمون كل سنة وبالتالي الفريق صار مضطر ربما يبيع أكبر قيمة عنده وهاركين لأنه الإصابات اللي ايجت لهاركين هذا الموسم والموسم الماضي بتخليه خاف أنه تنزل قيمته فلابد من تحرك سريع